أظهر مؤشر عالمي أن متوسط الرواتب الشهرية في دول الخليج العربي خلال العام 2017 الأعلى في دول المنطقة العربية في حين جاء الأردن عالميا ضمن الدول ذات المستوى المتدني ورغم ذلك سجل معدل تكاليف المعيشة ومستوى القدرة الشرائية أيضا مستوى ضعيفا عربيا وعالميا وأظهر مؤشر نبو العالمي أن الإمارات الأعلى في متوسط الرواتب وبلغ 3244 دولارا وقطر ثانيا بلغ 2942 دولارا الكويت 1904 دولارات السعودية 1732 دولارا ليبي 1730 دولارا ووصولا إلى عمان 1686 دولارا البحرين 1652 دولارا أما لبنان فـ 1017 دولارا فلسطين 706 دولارات ووصولا إلى العراق 661 دولارا أما بالنسبة إلى الأردن فـ 646 دولارا المغرب 404 دولارات أما بالنسبة إلى الجزائر فـ 293 دولارا تونس 284 دولارا مصر 161 دولارا سوريا 99 دولارا وفي ذات الوقت يظهر المؤشر أن الدول الخليجية تسجل مستويات مرتفعة في مؤشرات تكليف المعيشة مقارنة بالدول الأخرى حيث تتصدر القائمة الكويت بمعدل 75 و 24% ثم قطر 69 و 20% ثم الإمارات 67 و 98% لبنان 61 و 65% أما الأردن 59 و 22% فلسطين 53 و 24% وأخيرا عمان بنسبة 52 و 59% و 60% و 60% المصر الضغور صرف